بسم الله الرحمن الرحيم نتابع الجزء الثاني من الجابتر وصلنا فيه عند كيف تنظيم الكائنات الحية للعمليات التي تتم في أجسامهم هذا كله كنو خلصنا وهذا تمام في هذا الجزء من الجابتر ياريت وسهي قطلح له معي هو شوي يحتوي على الكثير من المعلومات او مش المعلومات المصطلحات اللي لازم تكونوا عارفين ايش معناها عارفين ايش معنى regulator ايش معنى conformer ايش مثلا endothermic ايكتو thermic هاي كلها مصطلحات جديدة انا بعرف انها جديدة عليكم ولكن يعني يكفي ان تستطيع تميز بين هاي المصطلحات كن عارف ايش يعني regulator ايش يعني conformer ايش يعني ايكتو therm endotherm هاي الكلمات الجديدة يكفي بهذا الجزء انه فقط نعرف شو معنى هاي الكلمات بحكينا الكائنات الحية حسب تنظيم الانترنال انفيرومنت لهم يقسموا الى regulator and conformer شوف اقرأ معي animal manage their internal environment الكائنات تستطيع ان تدير وتغير او تدير الانترنال انفيرومنت البيئة الداخلية لاجسامهم باي اما regulating تنظيم هاي البيئة الداخلية او conforming conforming معناها يلاعم او ملاعم ملاعمتها اتغيرها حيث تلائم external environment انها تلائم البيئة الخارجية والكائنات الحية جميعها حسب تنظيمها للبيئة الداخلية في اجسامها شو يعني بيئة داخلية زي مثلا تركيز الاملاح زي مثلا درجة الحرارة زي مثلا البي اتش او درجة الحموضة في كائنات حية اجسامهم الداخلية او بيئة الداخلية لاجسامهم ثابتة ما بتتغير كتير تغير طفيف جدا هدول بيكونوا بنظموا البيئة الداخلية في جسمهم لا يحتملوا اي تغير كبير في هاي البيئة ان تتغيرت البيئة الداخلية بموت الكائن الحي زي الحيومن اما في كائنات الحية لا بتلاقيها بتعدل البيئة الداخلية في جسمها حسب الوسط اللي هي عايشة فيه حسب البيئة الخارجية تبعتها بتلاقيها ما عندها مشكلة في التغير الكبير للانترنل انفايروني هدول الجروبين اسمعناهم Regulator و Conformer Regulator هم الكائنات الحية اللي Internal Condition عندهم في عليها Control ثابتة متحكم بها نقرأ Regulator وياراتوا احنا منحكي تكونوا الحكي اللي انا بحكي تكتبوه بالعربي ودونوه ملاحظات جنب الاشياء اللي منقرأها والاصطر اللي منقرأها نقرأ Regulator Uses Internal Control Mechanism يستخدم عمليات للتنظيم الداخلي to moderate internal change للتحكم او تعديل اي تغير داخلي internal change in the face of external لمواجهة التغيرات الخارجية environmental fluctuation التذبذب البيئي ارجع اعيد بشكل سريع اشمعنا Regulator هي الكائنات الحية التي تتحكم في بيئتها الداخلية سواء درجة حرارة سواء تركيز الاملاح كل اشي البيئة الداخلية ثابتة وهي الكائنات الحية تتحكم فيها لا تسمح فيها تغير كبير بنحكي لهم Regulator اما الـ Conformer Allow to its internal condition vary vary تختلف with a certain external changes تسمح اختلاف البيئة الداخلية لاجسامها حسب external changes حسب التغيرات البيئية الخارجية نشوك من الامثلة عليها والمثال مهم جدا ياريت تحفظوهم من الامثلة على Regulator الـ River Otter اللي هي القندس الماء أو قندس المهار هذا درجة حرارة جسمه الداخلية تقريبا 39 38 سواء High Body Temperature High Environment Temperature سواء عاش في درجة حرارة صفر ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا تلاتين ولا أربعين درجة حرارة وهيها ثابت في كل الظروف البيئية المختلفة أو درجة حرارة البيئية المختلفة ثابت يعني هو متحكم فيها لما يكون عايش في درجة حرارة زي هنا مثلا خمسة بيكون بيعمل عمليات في داخل جسمه Mechanisms إنها يحافظ على البيئات الداخلية طبقة 38 سواء كانت 40 بيعمل على إنه ما ترتفع درجة حرارة الداخلية وطبقة 38 وثلاثين أما مثلا Large Mouth هي نوع الأسماك Temperature Conformer نسميها هي ملائمة تلائم جسمها ملائمة حرارية حسب البيئة الخارجية اللي هي بتعيش فيها يعني كانت من هذه إضافت تلائما درجة حرارة لاحظة درجت حرارت تراجة درجة عاشها في درجة حرارة عشرين نفس الإشي عاشت في ثلاثين نفس الإشي أربعين ما تستطيع أنها تتحمل تتحمل تقريبا إلى الأربعة وثلاثين أو خلث وثلاثين أكثر من هيك رح تموت سلوك ما بتتحمل فهذا الفرق الفرق بين الكونفورمر والريجوليتر انه الكونفورمر بتعدل حسب الامكان تحت مثلا هنا لو حكينا اربعة او ثلاث تحت الثلاث لا تستطيع ان تعدل حرارتها فرح تموت واكثر من 38 او 37 ما رح تستطيع ان ترفع من درجة حرارتها فبعدها بتموت اما الريفر اوتر ان شاء الله حطيته بالصفر حطيته بالخمسين درجة حرارتها الداخلية ثابتة ما بتفرق معا درجة الحرارة الخارجية لانه لا يعتمد عليها في تعديل درجة حرارتها الداخلية المثالين مهمين الريفر اوتر هو regulator واللرج موت فاس is a conformer من الامثلة على كيف الكائنات الحية بتعمل regulation conforming من الامثلة عليها درجة الحرارة مثلا الكائنات التي تنظم درجة حرارتها نسميها thermo regulator واللي مام واللي بتعمل ملائمة لدرجة حرارتها نسميها temperature conformer او thermo conformer فيه كمان مثالين اجداد على التنظيم الحراري لاجسام الكائنات الحية بس قبل ما نحكي عن التنظيم الحراري نشوف الكائنات الحية من وين بتجيب درجة حرارتها الداخلية يعني الحرارة الداخلية للجسم من وين بتيجي بس قبل أن واحد بعيش في درجة حرارة صفر واللي هيمان مثلا انسان ودرجة حرارته لازم تكون 37 سوعة 30 ونصف من وين الحرارة الداخلية اللي جسمه بيجيبها من بره برت هذولا مصطلحين الجداد لازم نعرفهم شو يعني endothermic وشو يعني اكتو thermic بس قبل ما نعرفكم قلنا نحكي شو يعني thermo regulation تنظيم حراري تنظيم الحراري أو thermo regulation is the process which animal maintain the internal temperature within a tolerable range يعني هي العملية التي يحافظ بها الكائن الحي على internal temperature درجة حرارة داخلية within a tolerable range بمعدل يتحمل الجسم الكائن الحي مش انه مثلا يرفعها ل39 أو 40 خلص ما بيش الكائن الحي على حي الحرارة تمام فنرجع نحكي thermo regulation the process which the animal maintain internal temperature within a tolerable range بمعدل يتحمل الكائن الحي تحافظ على درجة حرارتها الداخلية عمليات تستخدمها الكائنات الحية للمحافظة على حرارتها الداخلية بمعدل محتمل الآن نيجي للمصطلحين endothermic أو octothermic ونحكي تلكم في المحاضرات سابقا أنه أي شي بيكون مكتوب بالأحمر أو مكتوب بالخط العريض نركز عليه كمصطلح يكون عارفين شو المقصود في هذا المصطلح طيب endothermic والactothermic الendothermic هي الكائنات الحية التي تولد حرارتها الداخلية من الميتابوليات الميتابوليزم من الميتابوليزم من عمليات الأيض في الجسم وهم مين لي بيردز الطيور والمومنز الثديات منصميهم endotherم فالendothermic animal أو endotherم هم الكائنات الحية ذات generate heat تولد الحرارة بايميتابوليزم عن طريق عمليات الأيض يعني برد نرفع الميتابوليزم شوى منقل الميتابوليزم وهم مين لي بشكل رئيس البيردز الممال الكائنات الكائنات الحية اللي بيحصلوا على الحرارة من مصدر خارجي الهيمن للبيئة الكائنات الحية التي تحصل على حرارتها من مصدر خارجي الاكتوثيرم includes تتضمن مصد انفيرتبريت فيشيز انفيبيان انفيبيان لأنها البرمائيات انفيرتبريت اللافقاريات الأسماك النن ايفيان ريبتايل والزواحف التي أصولها تاريخها أو التطور تبعها مش طائرة يعني ما كانت تطير أسلافها طيب بشكل عام حكينا الاكتوثيرم بالذالي مصدر 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 أن الكائنات الحية الاكتوثيرم تتحمل درجة حرارة أو اختلاف بدرجة حرارتها الداخلية اختلاف كبير يعني بتقش عند الخمسة زي السمك حكينا وبتقش عند الثمانية ثلاثية لكن إذا تعدت هاي الحدود تبعتها اللي هي ما بتستطيع تعدل هذا التعديل الكبير في درجة حرارتها الداخلية ما رح تبعيش بينما الاندوثيرم الكائنات اللي محافظة على درجة حرارة داخلية ثابتة أو حرارتها من الميتابوليزم are active at a greater range in the external temperature بتكون active وحية وشغالة ما عندها مشكلة in a greater range external environment يعني البيئة الخارجية شو ما كانت من صفر ل 70 ما في مشكلة بظلها على قيد الحياة ليش لأنه ما بتفرق مع حدرجة حرارتها الداخلية ثابتة أما الاكتوثيرم لا بتفرق معها لأنه هي بتجيب حرارتها الخارجية من البيئة اللي هي فيها بتفحن بالأخير إذا كانت حرارة أو تتجمد إذا كانت حرارة متدامية معلونات عنهم الاندوثيرمي are more energetically expensive than اكتوثيرم حينه وبالتالي مع أنه الاكتوثيرم بتجيب حرارتها من الميتابوليزم تبعها فهي أكثر صرف للطاقة more energetically expensive than اكتوثيرم تصرف طاقة عشان تحافظ على درجة حرارتها الداخلية بحينا الbody temperature of poikilotherm vary with its environment while that homeotherm relatively constant كمان هده المصطلحين اجداد يعني نخط عليهم دائرة وعلى دائرة على poikilotherm poikilotherm and homeotherm poikilotherm poikilotherm هي كائنات الحية التي درجة حرارتها الداخلية متغيرة مع الenvironment اما الhomeotherm هم الكائنات الحية اللي درجتهم حرارتهم الداخلية constant ثابتة بغض النظر عن environment طب شو هاي بتفرق عن endotherm والictotherm لا تفرق ال endotherm والictotherm هي تسمية الكائنات الحية من حيث مصدر الطاقة الداخلية من وين جايبين طاقتهم الداخلية endo من جوة جسمهم من الميتابوليزم اكتو من المصدر الخارجي من البيئة poikilotherm هم الكائنات الحية التي درجة حرارتهم الداخلية تتغير اللي زي ال conformer بس هي مصطلح هي خص الحرارة فقط والhome هم نفسهم الregulator بس نحكي the regulate temperature من سميهم homeotherm فقط للحرارة من الامثلة على الكائنات ال endotherm walrus الفقمة بتستطيع تغنيم درجة حرارتها الداخلية بغض النظر شو في بره في البيئة وال اكتو ثيرم زي اللي زرت اللي هي السحالي لما بتحس بالشوب بتروح بتتمدد بالظل لما بتحس بالبرد بتروح تتمدد بالحرقة بتحت أشعة الشمس حتى تستطيع أنها تاخد حرارة وما نحكي عن الحرارة وعن اجسام الكائنات الحية ودرجة حرارة اجسام الكائنات الحية في لازم نحكي عن الطرق للكائنات الحية تستطيع تنظيم درجة حرارتها الداخلية حكونا في عنا 5 general adaptation help animal to thermoregulate في عنا خمس طرق الكائنات الحية ممكن تستخدمها لتنظيم درجة حرارة الداخلية اللي منهم insulation العزل اللي منحكي عنهم واحدة واحدة circulatory adaptation cooling by evaporating heat loss and behavioral response adjusting metabolic heat production insulation وعناها عزل عزل الجسم كيف الجسم بده يعزل حلو اللي منحكي عنهم circulatory adaptation تنظيم الدورة الدموية أو تكيف الدورة الدموية cooling by evaporating heat loss تبريد بتبخر behavior response سلوكيات استجابات سلوكية للحرارة اللي منحكي عنهم adjusting metabolic heat production وتعديل انتاج الحراري بحكي عن insulation it's a major thermoregulatory adaptation in mammal and birds هاي الموجودة اكتر اشي منلاقيها بالانيماء المامل الثديات والطيور زي كيف الكائنات الحية بتعزل جسمها او بتعزل جسمها عن البيئة الخارجية عن طريق السكن نعرف ان الجلد في اجسام الكائنات الحي وحي خصوصا الانسان هو السكن تحته طبقة من الادبوس تشوف بهذا الحرارة الداخلية عن الخارجية ما بخليها تتأثر وان وان تم تفريغ حرارة من بره لجوه او من جوه لبره تتم ب انيرجي ضئيلة جدا جدا الفجر الريش الكائنات الحية اللي عندها ريش كمان هذا وضيفة العزل الحراري فر لبر الدهن زي الفقمة او الدبابة كل هاي الاشياء تقلل تسرب الطاقة بين الكائن الحي والانفيرومنت تبعته تعتمد بشكل عام على تنظيم تضفق الدم بالقرب من سطح الجسم تنظيم تضفق الدم بالقرب من سطح الجسم الخارجي لبرا هذا بيأثر على تنظيم الحراري كيف بحكينا هدا احنا بنشوفها ان بعض الناس اذا بتلاحفوا في فصل الصيف بتلاقي عندهم شريينهم هيك نافرة على سطح الجسم عريضة احرض من الطبيعي هدول بيكون تضفق الدم صار عندهم على سطح الجسم عالي جدا حتى يستطيع الدم ان يفقد حرارة الداخلية صلعها لبرا نفس الاشخاص هدول منلاقيهم في فصل الشتاء صار عندهم تضيق في الاوعية الدموية كتير خصوصا بالاصابع الاطراف اصابع اليدين اصابع الرجلين نسميها بالعامية التثليجة انه بفصل الشتاء تتضيق الاوعية الدموية بصير يحاول الدم ما يوصل للاطراف بشكل 100% افشنت عشان ما يضيع جزء من الحرارة ويحافظ على حرارته الداخلية هذا الحكي بالعلمي منصميه vasodilation and vasoconstruction تضيق vasodilation توسع الاوعية الدموية والvasoconstruction تضيق الاوعية الدموية نعيد بحكينا money endotherm كثير من الكائنات الحية اللي يساقط اجسامها من الميتابوليزم الداخلي تبعها and some exotherm والقليل من الاكتوثيرم الكائنات الحية يستطيعوا انهم can alter the amount of blood flowing يستطيعوا ان alter يغير او يعدل كمية الدم التي تصل بين body core and skin يعني body core هو محور الجسم العضاء الداخلية للجسم والskin هو الجلد السطح الخارجي للجسد تعدل كمية الدم المتضفق ما بين body core والskin حسب درجة الحرارة الخارجية في توسع الاوهية الدموية شو بصير blood flow and skin يزيد تضفق الدم في الجلد facilitating heat loss وبالتالي يساعد على فقدان الحرارة نرجع بعيد in vasodilation blood flow in the skin increase يزداد تضفق الدم في الجلد وبالتالي facilitating heat loss يسهل فقدان الحرارة من جو لبرا الفاسو construction وتضيق الاوهية الدموية القرب من الجلد أو في الجلد blood flow in the skin decreases تضفق الدم على السطح الخارجي للجسم أو في الجلد يقل lower ring heat loss وبالتالي يقل من تسرب الحرارة للنقطة الثالثة cooling by evaporating heat loss الحيانات أو الكائنات الحية أنها تستطيع أن تبخر جزء من الماء الموجود في جسمها لغاية التبريد نحن نسميها أنه human التعرق كائنات حي أخرى زي الأفاعي زي الكلاب بتعمل panting يعني بتفتح ضمنها وبتصير تبخر يصير من اللوهاث أو الليسان من 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 تبخر الماء بالتعرق من سميه evaporated cooling التبريد بالتبخر تبخري panting panting increase the cooling even impaired and many mammals panting اليون له هات أنه الكائنات الحية تفتح فمها يمسد اللسان حتى أنها تخفف من درجة حرارتها أيضا sweating تعرق pathing دخول كائنات الحية زي بعض الطيور بعض البرمائيات إلى الماء لترطب الجل تبعها help to cool the animal down sweating تعرق pathing هي الغمر بالماء panting لهذا behavioral response وهاي منشوفها احنا يعني بالطبيعة أو حتى سواء انسان سواء قطط سواء كل الكائنات الحية البوستر الوضعيات تبعونها الوضعيات اللي تتخذها أو طريقة جلوسها طريقة نومها في المكان الحار تختلف عنها في المكان البارد بحكينا put endotherm and oxyctotherm use behavior response to control body temperature تغيرات سلوكية حتى تغير من درجة حرارتها مثلا بحكينا center cell invertebrates بعض الزواحف أو الفقريات زي tristel زي الحلزون أو السلحفة have poster to minimize or maximize observation of solar heat لها وضعيات حتى تقلل من انتصاص الحرارة من الشمس أو زيادة انتصاص الحرارة إذا كانت هي تريد الحرارة من الشمس هيك منكون خلصنا كيف تنظيم الحرارة في أجسام الكائنات الحية وصلنا عند energy requirement related to animal size activity and environment هذا الموضوع بس بدي أحكيه بالملخص الملخص المفيد السريع إنه الكائنات الحية تحتاج للطاقة واحتياجها للطاقة يعتمد على واحد حجم الكائن الحي نين activity ثلاثة environment العلم اللي درس تحولات الطاقة في إرسام الكائنات الحية منسميه bioenergy is the overflow and transformation of energy إن أنيمال تغيرات الطاقة وتضفق الطاقة في إرسام الكائنات الحية وهذا العلم هو نفس الخصائية التغذية it determines how much food animal needs يحدد كمية طاقة لجسم الكائن الحي and relate to animal size activity and environment طبعا سيخصاء التغذية لما بدي يحدد لك كم كالوري في اليوم أنت بيحاجته بيكون بيسألك بياخد مقصاتك body mass index أو size طبعا بيسألك إنه هل أنت عامل هل أنت موظفة هل أنت طبيعة العمل activity لأنها والenvironment البيئة اللي بتعيش فيها هذول الأشياء بتحدد كمية الطاقة التي يحتاج هالجسم وتحولات الطاقة في إرسام الكائنات الحية animal harvest chemical energy from food كل من نعرف كيف تحول الطاقة في إرسام الكائنات الحية إنه أول إشي الطاقة بتكون في الفود في الغذاء على شكل chemical energy على شكل طاقة كيميائية هاي الطاقة في إرسام الكائنات الحية تحول إلى ATP حتى تنشغل cellular work فإنرجي كونتين موليكيول from food are usually used to make ATP تتحول بcellular respiration إلى ATP وهذا ينشط إرسام الكائنات الحية وظيفة الخلايا في الجسم after the need of staying alive I met remaining food molecule can be used in biosynthesis أنه تبقى على قيد الحياة ونطلع من الغذاء ATP إذا كان الأكل كافي بما فيه الكفاية باقي المواد الغذائية البيتامينات البروتينات الكربوهايدرات يستخدمها الجسم لبناء نفسه لبناء خلايا جديدة لبناء جزيئات جديدة اللي بنسميها البايو سنتيسيز تعريف البايو سنتيسيز هو include body growth نمو الجسم repair إصلاح repair synthesis of storage material صناعة المواد اللي بخزنها الجسم لحاجته لاحقا such as fat and the production of jamid وإنتاج الجامد عشان هيك الغذاء حتى يكون كافي يجب أن يعطيني الـ ATP الكافي ويبقى جزء من للبيو سنتيسيز إذا كان الغذاء أقل من اللازم بيعمل الـ ATP ولكن لا يكفي للبيو سنتيسيز زي الأطفال اللي ما بيأكلوا كفاية زي ما غيرا في الدول اللي عندهم مجاعات زي ما نحكي هذا المثال الدول اللي عندهم مجاعات لا الأطفال عندهم عمر ست سنين يقارن حجمه عمر أربع سنين عنا ليه؟ لأنه ما كفا الغذاء إلا أن يعمل بيو سنتيسيز بس يدوب كافي أنه يبقى على قيد الحياة كونت وصارت تحولات تحولات الطاقة في أجسام الكائنات الحية مهمة هاي الرسمة يريد أن نكون فاهمين ونركز عليها Organic Molecule in food المواد العضوية في الغذاء بتفود بسرلها Digestion and Absorption هذا المربع الزهر هو يمثل جسم الكائن الحي سرلها Digestion هذا وAbsorption امتصاص وبطلع من هاي العملية Heat هلأ بعد هذا الحكي صار عندي اللي منسميها الماكرو موليكيول الفزيئات الصغيرة بتروح عبر الدم إلى الخلايا Nutrient Molecule in the body cell فاتت الخلايا in the cells الخلايا بتعمل منها Cellular respiration تنفس خلاوي لإنتاج ATP ومنها نشطة Cellular work في الجسم وهي كمان بتعطيني Heat وهي بتعطيني Heat باقي ما تبقى الجزء القليل إذا ضل لعنا مواد عضوية نستخدمها بالBiosynthesis وهي بتعطين Heat هذا كله مسمي Metabolism هذا كله Metabolism ينتج حرارة زي ما حكيت لكم في المحاضرة أو في الجزء الأول إنه ينتج طاقة لإبقاء الكائنات الحية لدرجة حرارة ثابتة بالنسبة للكونيفاينج انيرجي الميتابوليكريت هو معدل الأيد والمقصود به The amount of energy that animal uses in a unit of time كمية الطاقة للكائن الحي يحتاجها في وحدة الزمن قداش الكائن الحي الميتابوليكريت تبعه أو كمية ما الكمية الطاقة التي يحتاجها مثلا في وحدة الزمن وهن وحدة الزمن مختلفة ممكن دقيقة ممكن في الساعة ممكن في اليوم حسب إحنا أشبتنا نحسب هذا الميتابوليكريت يمكن حسابه عن طريق عن طريق حساب كمية الأكسجين التي يستهلكها الكائن الحي or أو كمية CO2 التي ينتجها الكائن الحي برجع بعيد الميتابوليكريت المقصود فيها amount of energy that animal uses in a unit of time كمية الطاقة التي يحتاجها الكائن في وحدة الزمن وحدة الزمن ممكن بغض النظر إيش هي بحدد أنا قداش بدي أن نقيس الميتابوليكريت ومنحسب كيف بدي أحسب الميتابوليكريت في طريقتهم إما طريقة المباشرة إني أحسب قديش استهلك أكسجين استهلك للأكسجين أنا بعرف cellular respiration طبعا هاي بدها أجهزة خاصة لحسابها بس الطريقة المباشرة بنحكي عنها oxygen consumed عن طريق معدل الأكسجين المستهلك أو طريقة غير مباشرة carbon dioxide produced إحنا بنعرف cellular respiration يحتاج إلى الأكسجين وينتج ثاني أكسيد الكربون إذا أنا عرفت قديش جزء أكسجين استهلك هذا الكائن الحي بطريقة مباشرة بعرف الميتابوليكريت تبعه أو ممكن أحسب كمية الثاني أكسيد الكربون اللي طلعت مع الزفير لهذا الكائن الحي بعرف بطريقة غير مباشرة الميتابوليكريت هلا الكائنات الحية الاندوثيرم والإكتوثير ما بصير أحكي إلهم ميتابوليكريت واحد لأنه تختلف الظروف وتختلف إنساج الطاقة في أجسامهم فعشان هيك في عنا صنفناهم لمي بيزل ميتابوليكريت وستاندر ميتابوليكريت لما بحكي بيزل ميتابوليكريت المقصود فيه الميتابوليكريت تبع الاندوثيرم فبيزل حطوا خط تحت بيزل أو دائرة وحطوا جنب هنا الاندوثيرم دائرة البيزل هو يستخدم لقياس معدل الأيد للكائنات الاندوثيرم فقط على درجة حرارة مريحة لهم وفي طور الراحة بيكونوا مرتاحين مش في جهد مش ماكلين مش بيعملوا جهد كبير لازم يكون الكائن الحي مرتاح وفي درجة حرارة مناسبة إله مريحة إله حتى نحسب الميتابوليكريت الستاندرد ميتابوليكريت هو الميتابوليكريت تبع الاكتوثيرم حطوا دائرة على الاكتو والستاندرد إنهم هدول لبعض على الاسبيسيفيك تنبريتر لازم أحدد درجة حرارة معينة أحكي مثلا الستاندرد ميتابوليكريت للليزرد على درجة حرارة 35 على درجة حرارة 40 ليش أحدد لأنه هم برتاحين بكل الأحوال يعني ما بتفرق معهم درجة الحرارة الداخلية زي الاندوثيرم بكل الحالتين سواء البيزل للإندوثيرم أو الستاندرد للإكتوثيرم لازم يكون الكائن الحي ليس في طور النمو يعني مش نجيب بابي صغير ونحكي الميزة الميتابوليكريت للإنسان كذا هو بينمو هو المعدل اللي عنده أعلى من الأدل لازم يكون نني انتهى من النمو عشان نعرف الباسك ميتابوليكريت كمان الفاستين يكون مش طو وماكل ولا نتضور من الجوع ولا فارض جوع عشان نقيس الميتابوليكريت الفاستين يعني انه صر له 4-5 ساعات مش ماكل صائم مش انه هلأ قطينا أكل ونروح نعطيه نقيس الميتابوليكريت and non-stressed animal كمان ما يكون تحت ضغط أو جهد أو مية stress توتر انه التوتر بيزيد الميتابوليكريت فمتى منقيس الميتابوليكريت للكائن الحي عند درجة حرارة ملائمة non-growing fasting and non-stressed animal ectotherm زي ما حكينا have much lower metabolic rate than the endotherm of comparable size لدرجة للحجم واحد يعني نجيب كائن حي endotherm نفس الحجم كائن حي آخر ectotherm منلاقي انه الendotherm الميتابوليكريت تبعه أعلى وهذا طبيعي لانه حكينا الendotherm بت يعني تحصل على حرارتها الداخلية من الميتابوليزم تبعها هنا الendotherm of metabolic rate الأشياء التي تؤثر على الميتابوليكريت نحكيهم بالاختصار حكيناهم في أول العرض السلايد انه two of these factors the size and the activity هذور مهمين بس انه المؤثرات على الميتابوليكريت حجم الكائن الحي والأكتوبيتي الحجم كيف بيأثر هلأ انتم تحكولي الكائن الحي الحجمه أكبر المعدل الأيد عنده أكبر لا العكس هاي مهمة جدا تميزوها هاي مكتوبة بالأحمر الميتابوليكريت is inversely related to the body size انه كلما قل الحجم الميتابوليكريت بيكون أعلى نجيب بيبي ونجيب طفل عمره عشر سنين ونجيب واحد عمره بيبي مثلا نحكي ثلث شهور وعشر سنين واحد عمره خمسة عشر سنة مين أعلى واحد أيضا عنده لا البيبي الحجم أصغر الميتابوليكريت وقت أعلى له ليه خليه أرجع عيدها متابوليكريت inversely inversely يعني علاقة عكسية مع مع سايز ليش؟ لأنه كل ما كان حجم الكائن أصغر من نوع الواحد للكائنات الحية مش نروح نقيس مثلا فار وفيل لا النوع الواحد إنسان وإنسان مين الطفل أكثر ولا الأدلت النادج ليه الطفل الميتابوليكريت أعلى ليه لأنه حجمه أقل دورته الدموية أصغر بديوصل الأكسجين أسرع مما هو لما يكون حجمه أكبر حتى النبض يعني تشوف النبض للأطفال تلاقي الأطفال بيوصل للنبض عندهم 100 النيوبون بيكون 120-130 بس الكبار 86-80-75 النبض إنه دورته الدموية بتكون أطول بل ميتابوليكريت تبعه أقل هاي بتفسر إنه لو سألتكم لماذا ميتابوليكريت علاقة عكسية مع الوزن inversely related with the size تحكو لي لأنه بديوصل معدل توصيل الأكسجين عنده أسرع الهارت ريت عنده أسرع greater relative body volume حجم الدم بالنسبة لجسمه مقارنة لجسمه أكبر مما هو لما يكون يعني هلأ شوف الطفل والأدلت مين عنده دم أكثر كمية دم أكثر كمية دمنا أكثر تحكو لي الأدلت أكبر بس أحكي لكم مين عنده كمية دم أكبر بالنسبة لجسمه مقارنة بحجم جسمه بكون الطفل عشان هيك تلاقيهم محمر ريب كمية الدم عندهم نسبة ومقارنة relative هي مقارنة لجسمهم الأطفال عندهم كمية دم أكبر مقارنة بالأكبر فيه كمان فيه أشياء energy conservation المحافظة على الطاقة كيف الكائنات الحية ممكن تحافظ على طاقتها بعض الكائنات الحية بتستخدم بشي اسمه التوربر السبات أو النوم للإنيرجي كونزرفيشن للمحافظة على الطاقة التوربر هي عبارة عن physiological state حالة فيزيائية اللي بيصير فيها لبعض الكائنات الحية لور the metabolism أو metabolic rate تبعهم بخفضوا الميتابوليزم تبعتهم اللي تقابلها عندنا السبات أو القيلولة أو النوم والتوربر أنواع لا بنحكي أنواعها ولازم نعرف كل نوع متى بيصير ولمين بحكينا التوربر تمكن كائنات الحية من الحفاظ على الطاقة avoiding difficult and dangerous condition خصوصاً إذا بدهم يكافه أو يجابه difficult or dangerous condition ظروف صعبة وظروف خطيرة زي أنه مثلاً بالشتاء ما فيه أكل نهائياً فبتروح بعض الكائنات الحية عاملة السبات الشتوي مسميه hypernation أو مثلاً في بعض الطيور في الصيف عندنا بتلاقيها نايمة وتخبية بالفاي ونايمة عشان الحرارة مش قادرة تستمر في هاي الحرارة فهي أنواع التوربر hypernation هاي أول نوع حطوا عندها واحد أول نوع من أنواع التوربر وهو عبارة long term turber سبات طويلة ممكن يضل لثلاثة أشهر adaptation to winter هو تكيف لفصل الشتاء عند بعض الأحيوانات لأنه it's cold and the food scarcity بيكون فيه انخفاض كبير في وجود الغذاء ما فيه مجال أنه يحصل على غذاء وبكون درجة الحرارة باردها وبيفوت الكائر الحي في سبات تلت شهور حتى يخلص هذا الطقس البارد الاستيفيشن أو نسميه summer turber هذا النوع الثاني من التوربر الثنين استيفيشن summer turber وهو to survive long period of high temperature and sacrifice water supply يمكن الكائنات الحية من أنها تعيش في درجة حرارة درجة حرارة مرتفعة وقلة للماء فبتكون الكائنات الحية بمرحلة نسميها الاستيفيشن أو turber نسميه الاستيفيشن daily turber هاي اللي بعض أنواع الطيور بتصمي له حصى الهيومن exhibited by many small mammals الثدييات والطيور some adapted to feeding pattern وهي تكايف على الفيدي طريقة التغيير تبعاتها هايك ان شاء الله بنكون خلصنا هذا الشابتر يعطيكم عافية ترجمة نانسي قنقر